بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين أهلا ومرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي قلوب عامرة ومشاهدي كتاب قلوب عامرة وكتابنا احنا بنبتدي مع حضراتكم الموسم الجديد وإحنا ممتسلين للأمر الإلهي ورتل القرآن ترتيلة وإحنا بنذكر حضراتكم أن احنا الرواية اللي بنقرى بيها هي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل هي دي الرواية اللي احنا بنقرى بيها بنعلم بطريقة بسيطة جدا مفهاش أي نوع من التعقيد بنعتمد في طريقتنا على التلقين بنصحح الآيات وإن شاء الله الناس يقول له سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والقبول الدائم وإنه يعن على إتمام هذا العمل الشريف وإحنا متوقفين عند هنبتدي النهاردة الصورة اللي عليها الدور صورة النبأ فحضروا مصحفكم معنا ونبتدي إن شاء الله التصحيح مع بعض زيكم عاملين إيه؟ معنا النهاردة بقى قراء جدد معنا الزهراء ما شاء الله زهراء ما شاء الله من أهل القرآن معنا كمان مريم ومعنا لانا أهلا وسهلا مع المجموعة بتاعتنا القديمة فيلا على بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنا حبتدي بأنس الأول وبعدين أدخل على لارة يلا يا أستاذ أنس بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم كمّل يا لارة الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم فين النون؟ لازم أعمل توسط عشان لو ما عملتش توسط النون إيه؟ مش هتبان من صفاتها كده كلا سيعلمون 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 ثم كلا لأ ثم يبقى أنا عملت ميم ألف دي ميم بس فيه أنا عندي هنا إيه؟ حكم الميم هنا إيه؟ اللي عارف يرفع إيده وبعدين حسأل هم؟ قولي يا زهراء تبقى النون مشددة حكمة تغنى مرة حول حركتين حركتين النون مشددة يعني إيه حرف مشدد عشان نراجع اللي خدناه قبل كده الحرف المشدد في اللغة العربية يعني حرفين اتنين في بعض أول حرف ساكن وتاني حرف متحرك فثم أصلها لو أنا بفك السم دي هتبقى الساق وميم ميم تمام؟ ميم ساكنة وميم متحركة يتضموا اللي اتنين مع بعض يبقوا مشددتين يبقى الحكم بتاع الميم المشددة زي حكم النون المشددة ده ده الغنى عشان كده بقول إيه؟ ثم كلا ثم يلا يا سارة أخبارك إيه يا سارة؟ نسيتي ولا لسه فاكرة؟ القواعد طب يلا عما يتساءلون لا أنا ما عنديش ألف عما يتساءلون وفينا الأربع حركات الأربع حركات بتوع المد عما يتساءلون عن النباء العظيم كميليا شروء الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون يلا يا زهراء عما يتساءلون لا كده كتير كده كتير لا 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 يا زهراء ما شاء الله عليكي لكن ده الأربع حركات أنا القرآن ده بيعلمني النظام والانضباط مدد الأحكام بمدد زمنية مش بمزاجي بقى مد إحنا بنقرأ كما قرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم النبي عيسى والسلام الصحابة القرآن والصحابة علموا للتابعين وبعد كده إلى أئمة القراء وهكذا إلى أن وصل إلينا عن طريق مشايخنا بالإيه بالاتصال المتصل بالسند المتصل إلى سيدنا رسول العيسى والسلام فالعلم ده ما فيهوش تأليف فيه اتباع خدنا تلقيني وبنقرأ كما علمه النبي عيسى والسلام فإحنا هنا ماجي أمد أمد بهواية ولا مد بالقعدة اللي أنا عارفها طب أنتوا فاكرين قواعد المد حروف المد كم حرف هي آدم الثلاثة الألف والو والياء طيب لما بيكون حرف المد جاي وراه همزة في نفس الكلمة ده مد بنمده كم حركة في نفس الكلمة ما حدش كلمة لما أقول في نفس الكلمة منمد كم حركة حركة اللي هي العد واحد اتنين تلاتة أربعة أو بحرك إيدي كده أو بعمل كده بعد كده زي ما قلتلكم بقلبكو هتزبطه قوي العد هي عبدال أربع حركات أربع حركات الزهراء قرأتها ما شاء الله لكن مدت عدت الست حركة لا ده مد بنساميه مد إيه مد إيه ده ما حدش يتكلم ها مد متصل أيهم مد متصل اسمه مد إيه واجب أربع حركات تمام مد متصل الواجب أربع حركات خلاص يلا يا زهراء عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يلا يا سادن كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون سادن الهوى ما نطلعهوش من الأنف وأنا قاعد عامل كده وأقرأ وطلع الهوى كله من الخيشوم لا ما طلعش الهوى من الأنف يلا يا عبد الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يلا يا مريم عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أحسنتي يلا يا آدم ها منصوره هو بدري شوي عشان تلحق تنال يلا بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون جميل ننتبه لهذه النقاط المهمة وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينة ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات قائدا ودليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أمين يا رب العالمين